ها ها صديق كيف الحال اسمع خليك هنا انا بروح بشوف بابا وينه ها وبعدين بناديك وانتعال وراي اوكي اه انت انا الصابة لي بابا لا تخاف يا صديق انا مو علي بابا حتشوف بعد شوي وين بابا يوبا هلا يا بابا ميسي وينك الله واكبر لا اله الا الله ايش صار فيك يا بابا كيف هذا كيف والله كل من اخوك الصغير الورع ايه والله والله صار شي يعني ما تصدقه اما عاج يا بابا ايه تدري ويش صارت باني اعلمك القصة اللي صارت باعي كيف جيت فوق الكرسي هذا ها ايه علمي علمي طيب انا بعد ما انتقلت من برشلونة الى باريس ان جرمن انا قلت خلني غير لبس حقي بس انا لبست لبس الارجنتين ودخلت البيت وبعد ما دخلت البيت اخوك الصغير مصدقي اني انا ميسي يحسب اني انا حرامي اعطاني ذيك الضربة اللي كسر الرجيلي الله لا يسامحه ايه والله ايه والله اه بابا والله انك مسكين يا بابا ايه ايه بسمعي الله ترى في واحد جاي معاي ابغاد تقابله وتعطيه الجائزة ها من هو ذا وش قصته ذا فيه في واحد دقيقة دقيقة يا صديق ايه صديق تعال يا حبيبي اوه مسكلة هازا بكة والله يا صديق اوه وين انت وين الي بابا هنا 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 ايه وين اوه ما شاء الله ايه واكف الحاو صديق تعال تعال من ذايت ياقو علمني علمني ايش صار معاه هذا انا بعلمك يا بابا شوف تدري صح انا انخطفت ايه بعد ما خطفوني ها ودوني فوق مكان مكان مجهول كان يبيعون فيه اعضاء بشرية وانا كنت مختطف في واحد زابس احمر يعني رجل العدو قال انه راح يبيع اعضاء البشرية فجاء عندي وسألني هل انت جائع لكن انا قلت له لا والله انا مجائع انا ما ابغى اكل شيء بعد كذا ها يا بابا الا هو شيء جاب لي اكل جاب لي اكل مرة حار يعني درجة الحرارة فوق 37 بعد انه قلت له والله ما راح اكل ما راح اكل لو تسوي ايش ما ايش قلت له حطوا الاكل في الارض وانقعدت في وجهك ما ابغى اشوف وجهك بعدين كذا الصديق هذا راح وانا قلت والله ما اكل لو ايش ما ايش ولكن كدري يا بابا الجوع تذبح الواحد بس انا انا برضو كذا ماكلت يعني ماكلت واجد بس اكلت يعني لقمة ولقمتين بس مو زادة وكي يبا وبعد كذا يا بابا والله يعني انا انا كنت خائف مرة يعني حتى بعد ما اكلت ما شبعت وبعد كذا ابغى اروح عند المقبخ الا اشوف كان في واحد في السفينة المسؤول عنهم اللي كانوا يبيعون الاعداء البشرية كان في واحد المدير حقهم واقف على راسهم وكان رجال جدا خطير يعني كان يذبح كل واحد قدامه حتى العمال اللي عنده ما خله بس والله يا بابا الرجال هذا مو بس يذبح الرجاجي لا 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 كان يذبح حتى الاطفال صغر يعني اللي انه جاي عندي بس تدري ايش صار؟ الاكل اللي اعطوني اياه قبل شوي الله لا يسامحهم كانوا حاطين فيه حبوب منوم يعني انا نمت نمت والله يا بابا والله يا بابا نمت بعد الرجال العدو هذاك راح شافني راقد وراح يسوي العمل وانا والله يا بابا بعد ما نمت الا قمت فيه مكان جدا 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 مجهول الا شفت قدامي قتل قتل يعني الرجال هذا قتل له واحد لانه ما سوى العمل اللي قال له الرجل هذا وانا بعد ما شفت اخفت وحاولت اهرب ولكن الرجال هذا قال تعال يا ورع وانا قلت ها اشبك اشتبي مني تكفى فقني شف اقول تبغى تصير زيهم مثل ما ضبحت الرجال اللي قبل شوي هذا لا لا تكفى ما ابغى اموت مثل هالرجال تكفى والله بسوي اي شيء اللي تبغي اي شيء تقول له راح اسويه ان شاء الله بس تكفى خلني اعيش ابغى ارجع عند بابا وماما ما ابغى اموت الله يخليك ها وش تبغى مني قلي قلي اه يعني تسوي كل شيء ها شف ابغى تسوي بالعمل اللي عطيته الرجال ده اه شفته مثل هذا الرجال قصدك لا والله ما ابغى اصير زيه اه بسوي كل شيء بسوي كل شيء اللي تقول تكفى الله يخليك اه 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 اوكي كل شيء اه اسمع ابغى تجيب لي كل يوم رجل هنا علشان نبيع الاعضاء البشرية اكيد اكيد شفت يا بابا كذا صار هذا هي قصة الهندي بعد كذا جاء الرجال الثاني وفهمني كل شيء ايش تبغى وايش ابغى نسوي فودوني الغرفة انا رجعت الغرفة وحاولت الاتصال بك ولكن ما قدرت لان الشبكة ما كانت موجودة وبعد كذا لقيت الشبكة شوي وحاولت الاتصال فيك ها الا شوي جاني هذا الرجال اللي لابس احمر وعطاني شلوطة جبت القلوطة والله يا بابا ووقتها انا كنت يعني خائف مرة فقال للرجال هذا تعال معاي فحاولت اروح وراه اروح وراه لين وصلت المكان لقيت المكتوب تويلت يعني الحمام وانا دخلت الحمام على بالي اني انا بهرب من الدريشة الصغير نونة اللي كانت موجودة داخلة دورة المياه ولكن والله يا بابا رياحة الحمام كانت تبقع الراس وأنا والله ما قدرت اتماسك يعني ما قدرت امسك نفسي وبعد كذا جاني يعني اا 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 طرشت طرشت في الحمام ازوعت يا بابا بعد ما طرعت من الحمام يا بابا ما قدرت اهرب الا شوي قال للرجال تعال معاي وداني في مكان مجهول تحت العرض ولقيت لي سيارة مرة كبيرة سيارة يعني ما شاء الله تقول قيمته فوق 100 ألف ريال وانا والله قال للرجال هذا رح يا ورع قلت لا تقول لي ورع بس انا شفت السيارة وركبت فيه ودوني فيه مكان ثاني لقيت الرجال وقال لي لازم تروح المدينة وجيب لي رجل يعني مسكين ورجل كذا علشان نبيع لعباء البشر يا حقته وانا بعدها رحت شفت لي رجال عند العلم السعودية قلت استغفر الله العظيم وبعد كذا قلت خلاص ما عندي إلا حل واحد ألا هو إني أروح المدينة وأجيب لي رجال مسكين وفقير علشان يبيعوني لعباء البشرية وأنا أروح البيت عند بابا وماما بعد كذا رحت رحت المدينة يا ضا لقيت نفسي طايع طايع في مكان مجهول لأنهم كلا بعطوني كمان أدوية التنويم وبعد ما قمت يوبا لقيت سفينة مرة كبيرة واتصال لقيت الاتصال حاطين في ملابسي بوكي توكي يعني تلفون لا سلكي وأنا ركبت يعني هم قالوا وقال لي أركب الموتر سوف نوديك مكان وبعد ما رحت المكان لقيت هذا الرجال الهندي اللي أنا جالس أقول لك هي القصة حقته كيف جبته وإيش صار معه المهم أنا قلت الهندي لازم تجمعي علشان راح نعطيك فلوس واجد والمسكين هندي صدق كلامي وركبته في الموتر ركبته في الموتر المسكين ومسكين هذا كان خائف كان خائف مرة يقول لي أنا بين رايح وأنا بين وش بتسوون فيني وأنا قلت لا تخاف يا حبيبي ما يصير معاك اللي تطيب راح نعطيك فلوس وأنا أدري إنهم راح يسوون حاجة غلط بس وقتها الهندي ما صدق كلامي وحاول الهروب ولكن قلت له يا صديق يا صديق تعال بعد كده جاء الرجال هذا الصديق وصدق كلامي المسكين وركب معاي فوق السفينة وأنا وكان مرة خائف لما شاف السمك القرش قدامه في البحر يعني السمك ما يقارب العدد فوق عشرة أو عدعش طيب المهم أنا قلت الهندي لا تخاف يا حبيبي ما يصير معاك اللي تطيب أنا بروح بجيب الرجاجيل العمال يعني اللي عندهم فلوس وراح أرجع لك ورحت ورحت داخل السفينة وشفت الهندي من بعيد وزعلت عليه المسكين قلني ما أدري وش راح يصير معه المهم أنا دورت دورت الرجاجيل ما لقيت ما لقيت أحد إلا يوم رحت عند القبطان يعني الكابتن غرفة الكابتن وشفت وقلت لهم خلاص يا صديق طيب رجبت لك الرجال واقف بره وقال للرجال هذا خلنا نشوف وبعد ما شاف شوف اسمعوا اسمعوا مش قصدني يا أخي جايب لي شائب ما عاد يا رجال رجع رجع لا قليل السمك تأكل ذا الحيب شوف يا حبيبي تراني والله تعب أنا أنا لعبت على حالي علشان أجيب الهندي هذا لازم تأخذونه لا رجع طير ما يصير كذا شوف الهندي أنا مسكين يعني لو تفكوني أنا وياه نروح البيت أنا أبغى أروح عند بابا ها إيش؟ أبغى أروح عند ماما وألعب مع جون وألعب بليستيشن ها وترى فيه جديد نزلت يالله لا إلاها إلا الله شوف جيبة حسبي الله ونعم الوكيل الكلاب حتى أنا ما خلوني أروح البيت ضربوني وأنا متأكد أنهم أسبوا شيء غلط مع الرجان الهندي هذا شوفوا شوفوا ويش صار معاه يا رب العالمين اللهم يا رب أغفر لي أرهمني يا رب العالمين الحمد لله أنا في حسل اليوم فلوس هذا بجة مياه هذا إن شاء الله فيه جيب فلوس واجد بعدين أنا في ودي فلوس بجة مال أنا زوجتي إمامة حقتي إن شاء الله في حسل فلوس واجد اللهم لك الحمد الحمد لله يا ربي أسبي الله أسبي الله ونعم الوكيل شوفت يا باب يشتوا مع الهندي حتى الهندي والله المسكين الهندي بعد ما ضربوه ودوه في غرفة فوق غرفة مرعبة حطوه حطوه فوق الطاولة علشان يقطعون الإعباء حقه ويبيعونه والله يا باب كان مكان مرة مرعب يعني لو أنت جيت معاي كان ممكن طيعت مرة كبير وبعد كذا رجع الرجال هداك العدو الكبير وش قال اسمعوه هذا اللي جابه برع أما يا رجال يا رجال لا ما منهي فائدة يا أخي وش دخلني أنا ايش اللي مجدخلك يا أخي هذا ما يجيب لنا حتى خمسين الفريال شاهب وتوفي والله ما يسوى يا رجال يا رجال يا والله إنك صادق اسمع أحذبه أحذبه في الزبالة ولا أقول بيعوه بسعر رخيص شفت يا الله هذا اللي صار والله زعلني زعلني المهم أنا رجعت في نفس الغرفة يعني ما ما خلوني ما فقوني المهم بعد ما صحيت رحت حاولت أدور الهندي وأشوف إيش شاير معه ولكن زعلني أكثر يوم مني رحت المطبخ وشفت الرجال الهندي نايم فوق السرير ومو كذا بس زعلني زيادا لما سمعت الرجال هذاك يتكلم عنه اسمعوا اسمعوا زين اسمع يا سيدي يا رئيسي أعلمنا وش نسوي مع الرجال أقطعوه 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 لا إله إلا الله قال إيش قال أقطعوه وانا وقتها قلت خلاص خلاص يا تياقو لازم أساعد الرجال هذا تدرون يعني أنا لقيت لي أسلحة في مكان مجهول في مكان يعني غرفة حاولت أروح عنده بس وقتها كان الرجال اللي لابس أحمر كان واقف عند الأسلحة فقلت ما راح أرجع إلا في نصف الليل وروحت نمت وبعد ما نمت يا بابا قمت في نصف الليل يعني ساعة 12 ونصف منتصف الليل وقلت الآن لازم أروح أخذ السلاح وأذبح كلهم وبعد كده روحت المطبخ وشوفت الرجال كان جالس جنب الرجل الهني وقلت ما ما عندي إلا سلاح يعني أنا مو رجل يعني أنا مو طفل يعني خط أقتل أبرياء ولكن وقتها ما كان عندي حل واحد إلا هو أني أروح الغرفة لأسلحة بس تدرون إش صار يوم رحت الغرفة لقيت لواحد ما بتصدقه والله يا بابا لقيت الدكتور النصاب الدكتور اللي اللي سوى العملية حق الجون لقيته واقف هناك الدكتور هذا نصاب يا بابا وقال لي أن الجون يحتاج علاج وما علاج خرطي والله ما يحتاج سي جون ما فيه للعافية زبدة أنا رحت أخذت لي سلاح عشان أذبح كلهم والله ما رح أخلي ولا شخص المهم رحت بلع المكان السلاح وخرت لي سلاح مرة حلو سلاح مرة صغير يعني كهرباء بس وأخرت لي سلاح أكثر وحق بيته في جيبي يعني ما تدري وبعد كذا رحت المكان ثاني وقيت الدكتور نصاب هذا كان يتكلم مع الرجل العدو هذا كل أسود يعني وقتها عرفت أن الدكتور هذا أكبر نصاب على وجه الأرض كان يتكلم وراه ويعلمه أني أنا جبت جون أرسلت لكم الناس مريضين ووقتها عرفت أن جون ما فيه للعافية والمسكين ما يحتاج لعملية ولا شي جون ما فيه للعافية وجون بعد ضايع يا الله قلت وقتها خلاص ما عندي إلا أهرب من هنا رحت بمكان ثاني وأختفيت يعني خليت نفسي مخفي علشان يجي الدكتور وأذبحه وبعد كذا الدكتور الوسخ هذا سوى شي قذر يعني كان يعني كان حسران وسمعته لما قال أني أنا راح أبول في الحوض الماء الكلب يعني الماء اللي كان يشربون منه الأمراض والناس هدول تبول فيه وأنا جتني فرصة أني أذبحه ووقتها أنا عطيته يعني كهرباء مرة صغيرة قلت دكتور خذلك يا دكتور يا كلب ودكتور ووقتها يقول وانا قلت يا كلب يا دكتور تستاهل تستاهل خليت جون يجي في المصيبة علشانك جون طيب وبعد كذا سحبته وديته في مكان ثاني يعني أبغى أخفي الجثة يعني هو ما مات بس يعني يبغى شيء أخفي فيه ولقيت لي فكرة وحطيت داخل ثلاثة بس الفكرة كانت مرة يعني مرة غلط كانت دكتور وافع وضوح الشمس وقلت لازم يا دكتور هذا لازم أحطه في مكان ثاني واش سويت حطيت الصندوق كله فوقه يعني الصندوق قلبت فوقه بس ايدينا كانت طالعة من يمين ويسار الله يا وبعد كذا أنا سمحت في ناس جايين في شخص جاي قلت له لا تقرب مني لا تقرب مني وانا رحت حاولت الهروب من هناك وقدرت أهرب ولكن الكلب الرجل هذا كان جاي وراي وقلت له لا تقرب مني لا تقرب مني ولا رحت أذبحت وذبحت ووقتها يعني الكهرباء هذا ما كان يذبح كان بس يعني دعم يعني وبعد قلت سمعت أصوات سمعت ناس واجدين جاي وغيرت السلاح من الكهرباء إلى سلاح حقيقي وذبح كلهم جاني واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة يعني ناس واجدين يا بابا يعني ما تصدق والله اكشن ما تصدق وكان الارض كله دمان والله يا بابا أنا مو يعني قاتل ولكن الناس هذول أجبروني على أني أتحول إلى شخص يعني فهمت خلاص يا بابا وقتها أخذت السلاح واتبرقت كلهم وكان في بالي بس جون لازم أساعد جون لازم أطلع مني وأساعد جون حتى لو متعادي أهم شي جون والأرض كله دمان وحاولت أهرب مناك والله يا بابا إني كنت أمشي فوق الجثث والله ما آسف والله ما بتصدق يا بابا الجثث أكثر من عشرين إلى ثلاثين جثثة أستغفر الله لا يرحمهم وبعد كده رجعت المطبخ إلا زعلت أكثر يوم شفت الهندي ما كان موجود وبكيت وكنت أنا معصب وفجرت كل شي قلت الهندي هذا داخل في المصيبة بس علشاني ورحت في الغرفة التحكم وحتيت القنابل هناك داخل وأنا كنت معصب وقتها وفجرت وفجرت الغرفة التحكم يا بابا كده عيضة شفت يا بابا كيف وبعد كده طرعت منك طرعت منك رحت عند الكابتن قد تودني المدينة قال لي لأ وذبحت شفت يا بابا كم ذبحت واجدين واجدين ذبحت كلهم هذول الناس ما يمشي معاهم إلا كده وبعد كده رحت فوق السفينة أدور لشبكة ما قدرت فقلت لازم أروح في مكان أعلى علشان أحص الشبكة وأطلب مساعدة ورحت فوق وبعد ما رح ورحت فوق لقيت الهندي هناك فوق وقلت الحمد لله وسألت الهندي إيش جابك هنا يا صديق إيش جابك هل أنت بخير وقال لي على زق انقلع هذا كل شي بسببك وقتها قلت خليك هنا أنا بروح باتصل وبطلب مساعدة وتذكر يوبا يوم طلبت منك المساعدة اتصلت فيك قل تعال وتعال وبعد كده أنا حطت الجوال في جيبي ورجع جام يا الرجال هذا وعطاني شلوت والله والله يا باب عطاني شلوت وسط الظهر الله لا يسامحوا وانا وقتها يعني ما أدري وش سار إلا شوي لقيت لي مساعدة جاية أكيد أنت أرثت لي الورع أخوي الصغير قال لي أنا ذبحت وأنا وأنا بساعدكم وأنا بذبح كلهم قلت خلاص يا أخوي الصغير أنا اللي بروح بذبح الهندي الهندي قصدي الرجل هذا قلت الرجال هذا بعت وانت كمان كل زقال فعطيت الطلقة الطلقة وسط الرأس وعطيت الطلقة الثانية الأخيرة وطاح في البحر طاح داخل الويا وأنا قلت لا لا الرجال هذا ما يموت بذي السهولة ورحت وراه وقفز داخل البحر وعطيت بوكس وبوكسين إلى ثلاث بوكسات وربعه و الرجال الكلب هذا مات خلاص أنتقلا إلى رحمة الله وبعد كده شربنا العصائر وروحنا فوق واستانسنا وقلت الهندي سامحني وما سامحني وشربنا العصائر وفمت وتنج وببسي ورمانة وكل شيء وبعد كده ركبنا فوق السفينة والهندي هذا كان سوق السفينة وجينا في المدينة وبعد كده قلت الحمد لله طلعنا من هالمصيبة وخلاص هذا اللي صار اه ايوه شوف أنت يا ميسي أنت بجيش سوى معي أعطني فلوس ها يبقى والله تكفى أعطي أعطي فلوس أعطي سيار أعطي أي شيء والله الهندي هذا مسكين ما عليك يا صديق راح نعطيك كل شيء إن شاء الله صح يا بابا تعطي هدية صح ولا لا خلاص يا صديق خلاص أبشر 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 بلتة بي يا حبيبي بجيشوف يا ميسي أنا في أكون سريح معك أعزبتك أنت وجد هرامي أنا أبغى فلوس بس أبغى فوق فلوس لازم سيارة لازم إي إي راح نعطيك فلوس وراح نعطيك سيارة أبوه ما راح يقصر معك كفو يا بابا أوكي بس شوف يا بابا مرة ثانية ما في سوي كيزا ما في كل إيوه أوكي أوكي يلا يا ميسي جيب فلوس سيارة أبشر يا هندي خلاص سامحنا والله والله وراح نعطيك فلوس وراح نعطيك سيارة رح يا تياغو أعطة السيارة الللي يبي إي والله يا بابا قصته مرة سيارة حزينة يلا يا صديقي تعال تعال رح أوديك المراكو رح اعطيك أهلا سيارة يلا تعال معي عند السيارات اليوني الميسي أوه ميوم ميوم الآلي شباب آه اتمنى انكم ما تنسون اللعيك وتكتبهم تعليق تحد ويكون على المقاطع اللي طالع قدامكم علمهم علمهم لازم تكتبون تعلق بحدها